بسم الله الرحمن الرحيم أسعد معكم في بيان مسألة حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن لا شك أن تلاوة القرآن من أعظم القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله كما قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقد بينا بعض الصحابة وهو خباب بن الأرد أن أفضل ما تقرب العباد إلى الله هو ما خرج منه يعني كلامه سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجر على كتاب الله ويمكنني أن أقسم المسألة على قسمين القسم الأول أخذ الأجر على مجرد التلاوة فإن بعض الناس قد يأتي إلى المحافل أو بعض المناسبات أو بعض المنتديات فيطلب أجرا على الساعة أو أجرا على الجلسة أو أجرا على المكان واللقاء فيقرأ القرآن مجرد التلاوة فيأخذ على ذلك أجرا فهذا الأمر كالإجماع من أهل العلم على أن ذلك غير مشروع وأن ذلك منهي عنه وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الاستئجار على مجرد التلاوة لم يعرف عن أحد من الأئمة وإنما جاء وتكلموا في الاستئجار على التعليم إذا كان كذلك فينبغي أن نعلم أن ما يفعله بعض الناس من أخذ الأجر على مجرد التلاوة مجرد التلاوة أن ذلك غير مشروع وقد جاء في الحديث النهي عن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين أنه سوف يأتي أناس يسألون به الناس يعني يطلبون الأجر من الناس بسبب هذا القرآن ولا شك أن ذلك ليس بمشروع القسم الثاني أن يأخذ أجرا على تعلمه وهذا الراجع والله أعلم وهذا هو المفتبه عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإيمة أحمد أن الأصل في ذلك الجواز ومما يدل على جوازه إذا أراد الإنسان أن يأخذ أجرا على تعلمه وتعليمه للقرآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعد لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت لك نفسي فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طأطأ رأسه فقال رجل يا رسول زوجنيها فقال هل معك شيء؟ قال لا الحديث وفيه قد زوجتك بما معك من القرآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر المرأة الذي كان شرطا من شروط صحة النكاح أن يكون فيه مهر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المهر هو تعلمك لزوجتك القرآن فدل ذلك على أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان أجرا على تعليمه أو تعلمه للقرآن الكريم إذا ثبت هذا فأما إن أخذ من غير شرط فإن هذا الأقرب فيه الجواز وعليه يحمل كلام عامة أهل العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك ومن العلماء من قال أن المنع للجميع استدلالا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة بن الصامد حينما علم رجلا قال إن شئت أن تتقلد بها جمرة من النار فهذا الحديث رواه أبو داود والحديث في سنده كلام ولو صح فهو محمول على أن عبادة بن الصامد أراد بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى والأصل أن كل من عمل عملا يبتغي الأجر من الله فلا يجوز أن ينقض نيته ليأخذ عليه أجرا وأما لو قلنا كذلك فهذا تجتمع به الأحاديث لعل في هذا كفاية أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة